نحن أمام سجال سياسي بين الحكومة اليمنية والتحالف وهذا نعتقد أنه أرفع مستوى من الجدال السياسي الذي نشأ وأفرزته الأحداث الأخيرة في مدينة عدن التحالف يريد أن يطوي صفحة الأحداث في عدن لكنه يبني عليها ترتيبات سياسية ونتائج سياسية الحكومة تشعر بخيبة الأمل من تحركات التحالف العربي بعد هذه الأحداث الخطيرة جدا لهذا أنا أعتقد أن أكثر ما يعبر عنه هذا البيان هو خيبة الأمل من تحركات التحالف العربي وأراد ببيان كهذا وبصيغة غير مسبوقة وبهذه الحدية أن يضع التحالف العربي أمام مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة وأيضا يكشف ويعري طبيعة التحركات التي تجري الآن في عدن الصحافة الموالية للإمارات ولي أبو ظب بدأت تتحرك عن إمكانية أن يقبل المجلس الانتقالي بالتخلي عن دعوة إسقاط الحكومة مقابل إدخال المجلس الانتقالي في الحكومة ما الضير إذن؟ ربما هو مطلب يعني يحفظ ماء الوجه للجميع لا أنت يعني يقال بندغر وحكومته في الوقت الآخر أيضا يعطى لهؤلاء الفرصة ليكون لديهم شراكة حقيقية مع الحكومة الشرعية ومن هو بندغر ومن هو الرئيس عبد الربو منصر هادي أليس الرئيس عبد الربو منصر هادي رئيسا جنوبيا لليمن الاتحادي أليس بندغر رئيسا لحكومة الجمهورية اليمنية وهو من الجنوب يعني ما الذي يريده هؤلاء؟ ربما يعتبرون أن الرئيس هادي وبندغر ومن من الوزراء أو من القيادات الدولة الذين لا يؤيدون الانفصال ومطالبهم بالانفصال لا يعتبروا جنوبيين بالنسبة لهم إذن المسألة بالنسبة للتحالف إذا كان يدعم هذه الفكرة تأسيسا على هذا التصور السياسي فالتحالف فعلا يدعم فكرة الانفصال إذن التحالف يوجه إدانة مباشرة لدوره في اليمن التحالف ما جاء لينصر السلطة الشرعية التي عبر عنها عبد الربو منصر هادي الرئيس الجنوبي للجمهورية اليمنية ورئيس الوزراء الجنوبي للجمهورية اليمنية التحالف جاء لتقويض هذه السلطة الشريعية بما هي سلطة عن الجمهورية اليمانية ويريد تفكيك اليمان وتقسيمه وتجزئته هذا هو المضي قدما باتجاه تمكين فريق أو فصيل انفصالي في جسد الدولة كما فعل هؤلاء نفس هذه الأطراف الإقليمية فعلت أيضا وضغطت في اتفاق السلم الشراكة لتمكين الحوثيين من مؤسسة الدولة وكانت النهاية أن مشروع الحوثيين ومشروع إيران تفوق على هذه المغامرة السياسية الكارثية التي أقبلت عليها هذه الدول وقامت من خلالها بتقويض عملية سياسية ناجحة في اليمن وكانت النتجة أن اليمن دخلت في حرب شاملة وتدخل التحالف العربي في اليمن وهو اليوم يريد إعادة إنتاج الفوضى ذاتها ويريد في حقيقة الأمر اليوم وقد اتضح بوضوح يريد تكريس فكرة الانقسام عملية مكافأة الانقلابيين والمتبردين في عدن نتيجة ثلاثة أيام من العنف والاحتراب والفوضى والاقتتال في عدن أنا أعتقد أنها إعادة إنتاج لسيناريو شهدناه في صنعاه في 21 سبتمبر 2014 ولا يمكن القبول به مجددا ولهذا جاء بيان الحكومة بهذه الحدة بيان الحكومة غير مسبوق وأنا أعتقد أنه لم يعد بعد هذا البيان سوى موقف الرئيس عبد الربو مصر هدي بذاته وبلسانه يخرج ليقول يلي يذهب التحالف العربي إلى الجحيم هذه الرسالة إذا لم يأخذها التحالف الآن وفي هذا التوقيت بالذات وإذا لم يأخذها على محمل الجد فأعتقد أن اليمن مقبل على كارثة حقيقية والتحالف العربي مورط بشكل أو بآخر في المستنفع اليمن أستاذ ياسين ربما موقف الإمارات واضح دعم للمجلس الانتقالي بصورة واضحة بالمال والسلاح وأيضا بالموقف السياسي لكن البعض يقول أن المملكة العربية السعودية ربما لها موقف آخر وتحركها في اللحظة الأخيرة هو الذي أفشل الانقلاب وربما كان لو لم تتدخل في اللحظة الأخيرة لا تم طرد الحكومة والاستير على قصر الرئاسة وتأسيس انقلاب جديد أو حكم جديد كما حدث في صنعه مع الحوثيين هذه المغالطات الذي يقوم بحراسة قصر المعاشيق وحدات عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة هي التي تفرض سيطرة الأمنية المباشرة على هذا القصر الذي تقوم فيه الحكومة وهم الذين يقومون بتفتيش الوزراء وهذه عملية روتونية اعتاد عليها حتى الوزراء القوات الرئاسية هي تتواجد خارج معاشيق وليست في داخل معاشيق لو سمح لهذه العناصر الغواغائية بالقضاء على الحكومة فهذا يعني أن التحالف فقد كل شيء دفعة واحدة لهذا السعودية دخلت لترشد هذه العملية دخلت لكي تبني على هذه العملية الفوضوية في عدن نتائج سياسية العملية استهدفت تقليم أضاف الرئيس عبد الربو مصرهادي العملية استهدفت إنهاء المعسكرات التابعة الشرعية الوحدة العسكرية والأمنية التي تأتمر بأمر جمهورية اليمنية وتعمل تحت عالم الجمهورية اليمنية هذا هو الهدف المباشر بعد أن تم تصفية هذه المعسكرات ونهب أسلحتها اليوم يبحثون عن مكافأة سياسية لعيدرس الزبيدي الذي لم يقم بهذا العمل إلا بأوامر مباشرة من دولة إمارة العربية المتحدة كيف تتوقع شيء لم يحدد حتى اللحظة على الأقل لأستاذ ياسين النقطة الأخيرة الآن الرئيس عبد الربو مصرهادي ربما يوما ونحن ننتظر بيان رئاسي وننتظر خطاب الرئيس الجمهورية تأخر البيان إلى هذه اللحظة بدون صدوره رغم إعلان الرئاسة بأنه كان هناك بيان متوقع للرئيس عبد الربو مصرهادي كيف تقرأ هذا؟ أنا أعتقد أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليمنية هو مؤشر أو من ريحة البيان الرئاسي الذي ربما الرئيس عبد الربو مصرهادي حتى هذه اللحظة يحتفظ ربما بنوع من ضبط الأعصاب لكن في نهاية المطاف ما أراد الرئيس عبد الربو مصرهادي أن يقوله في بيانه الرئاسي أعتقد أن بيان وزارة الخارجية اليمنية عبر عنه بشكل واضح الرئيس عبد الربو مصرهادي إذا ظهر بنفسه وقال كلاما ربما يكون كلام قد يؤدي إلى فرط عقد التحالف العربي وإنهاء هذه المهمة المثيرة للجدل الذي يقوم بها التحالف العربي على الأرض اليمنية الكاتب والمحلس سيستاذ أستاذ ياسين التميمي شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر